السلام عليكم عزيزي الطلاب طلاب الصف الثاني قراءة الأعداد وكتابتها تعلمنا سابقا يا ثاني كيف نقرأ الأعداد وكيف نكتبها بالأرقام والكلمات واليوم يا ثاني نريد أن نذهب لحل تمرين الدرس هيا بنا أتحقق من فهمنا يا ثاني هيا بنا أقرأ العدد وأكتبه بالأرقام أمامنا هذا العدد مئتان وأربعة وثمانون نقرأه كما تعلمنا من المئات ثم الأحد ثم العشرة نكتبه بالأرقام مئتان وأربعة وثمانون ونكتبه بالكلمات مئتان وأربعة وثمانون العدد خمسمائة وواحد وتسعون كيف نقرأه يا ثاني هيا كيف نقرأه نقرأه أحسنتم نبدأ في البداية من منزلة المئات ثم الأحد ثم العشرة يقرأ خمسمائة وواحد وتسعون وواحد وتسعون ويكتب بالأرقام خمسمائة وواحد وتسعون ويكتب بالكلمات خمسمائة وواحد وتسعون الآن يا ثاني أكتب العدد العدد بالكلمات هيا بنا مئتان وثمانية وخمسون هكذا يقرأ هذا العدد ويكتب بالكلمات مئتان وثمانية وخمسون هيا كيف تكتبونها يا ثاني كيف تكتبون العداد هذا العدد ممتاز مئتان وثمانية وخمسون أحسنتم يا ثاني الآن ننظروا معي إلى هذا العدد ثلاثمائة وواحد وسبعون كيف يكتب يا ثاني بالكلمات كيف يا ثاني مكتوبين بالكلمات تسعمائة وثلاثة واربعون كيف نكتب هذا العدد المكتوب بالكلمات بالأرقام تسعمائة وثلاثة واربعون أحسنتم ولندعونا نذهب إلى العدد الآخر سبعمائة وأحدى عشرة كيف يكتب هذا بالأرقام العدد سبعمائة وأحدى عشرة يكتب هكذا أحسنتم الآن دعونا نذهب إلى أحل المسألة أكتشفوا الخطأ هيا بنا كتب محمد العدد تسعمائة وسبعة وخمسون بالكلمات هكذا تسعمائة وخمسة وسبعون فهل ما كتبه صحيح؟ أبرر إجابتي تسعمائة وخمسة وسبعون يكتب بالأرقام هكذا دعونا نكتبه بالأرقام تسعمائة وخمسة وسبعون إذن هذا العدد يكتب بالأرقام هكذا فدعونا ننتقل إلى العدد الذي كتبه محمد تسعمائة وسبعة وخمسون فكيف يكتب بالكلمات؟ تسعمائة وسبعة وخمسون أحسنتم دعونا نعطي أمثلة أخرى على كتابة أعداد بالكلمات ونكتبها بالأرقام يوجد عندنا مثال مائة وخمسة دعونا نأخذ مثال آخر ثلاثمائة وسبعون هل يكتب بهذه الصورة؟ كلا يا ثاني إذن كيف يكتب بالأرقام بالطريقة الصحيحة ثلاثمائة وسبعون؟ أحسنتم الآن دعونا نذهب إلى النشاط المنزلي أكتب للطفل بالأرقام عدد مكون من ثلاث منازل ثم أطلب إليها أن يكتبه بالكلمات أكرر ذلك أكثر من مرة دعونا نأخذ هذا العدد ثمانمائة وثلاثة وثمانون كيف يكتب بالكلمات يا ثاني؟ يكتب بالكلمات هكذا ثمانمائة وثلاث وعشرون إذا العدد ثمانمائة وثلاث وعشرون يكتب ثلاثمائة وثلاث وعشرون العدد خمسمائة وأربعة وثمانون يكتب بالكلمات كيف يا ثاني؟ أحسنتم خمسمائة وأربعة وثمانون رائع يا ثاني انظروا أمامي إلى هذا العدد يا ثاني مائة وستة كيف يكتب بالكلمات يا ثاني أحسنتم رائعون يا ثاني أبدعتم يكتب بالكلمات مائة وستة أحسنتم يا ثاني والآن يا ثاني قد انتهينا من حل تمرين الكتاب أتمنى أن تكون قد استفدتم أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم بخير